افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط أمس فعالية المنتدى الاقليمي حول شبكات خطوط انابيب الغاز الطبيعي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وخبراء صناعة الغاز على المستوى الدولي والاقليمي وذلك بتنظيم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع الاتحاد العالمي للغاز ورحب معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة في كلمته الافتتاحية بظروف بضيوف البحرين موربا عن بارغ شكره وتقديره للحكومة الموقرة وحرصها المستمر على تقديم اعلى مراتب الدعم والمساندة للهيئة الوطنية للنفط والغاز لما تقوم به من جهود كبيرة في استقطاب الفعاليات الاقليمية والدولية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله واشار معالي الوزير الى ان المسيرة التنموية التي تشهدها الصناع النفطية في المنطقة تشهد مواكبة مستمرة مع اخر المستجدات التكنولوجية وتطبيقاتها لافت معالي الى ضرورة الاستمرار في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في النفط والغاز وتسريع وطيرة الانتاج فيها مع الاخذ بعين الاعتبار تكلفة الحلول المختارة وذكر معالي وزير النفط بان القطاع النفطية في مملكة البحرين يعملوا فقا سراتيجية واضحة تقضي باشراك القطاع الخاص في تنفيذ وادارة المشاريع النفطية حيث ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها عاكفة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة التي تدعم تطوير هذا القطاع المهم مبينا معاليه بان الاوراق العلمية والعملية المختارة في هذا المنتدى جاءت تسلط الضوء على سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقليمي في مجال ربط شبكات الغاز الطبيعية واضح بان الهيئة الوطنية للنفط والغاز تول اهتماما عاليا في جعل مملكة البحرين مركزا عالميا للمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية وتحرص على مشاركة الشركات النفطية العالمية في المعارض المصاحبة لها مؤكدا معاليه على حرص قطاع النفط والغاز في البحرين على اعداد الكفاءة الوطنية وسقل مهارتها من خلال تعدد المشاركات المحلية والدولية وتصدير خبراته من خلالها طبعا نجحنا في دول مجلس التعاون في الربط الكهربائي واليوم في حديث عن ربط شبكة غاز لرفع كفاءة مصادر الغاز لدول الخليج طبعا البحرين أو في الهيئة الوطنية لنفط الغاز نعمل على زيادة مصادر الغاز للبحرين المصدر الرئيسي مثل ما تعرفون هو حقل البحرين اليوم اللي يوفر لنا مئة في المئة من احتياجاتنا الغاز اضافة الى ذلك في تطوير الغاز العميق اللي تم اكتشافه منذ فترة ونأمل السنة هذه نبدأ في برنامج التطوير ورقم ثلاثة مرفع الغاز المسال اللي يتم انشاء اليوم ومن المؤمل انتهاء منه مع نهاية السنة ترجمة نانسي قنقر